البداية مع أول أخبارنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعزيز جهود تطوير قطاع التعديل في مصر وده من خلال حركة المنظومة بالكامل من النحياء الإدارية والنحياء المالية وكمان التعاقدات مع الشركاء الأجانب بهدف لاستغلال الأمثل ثروات مصر الطبيعية وحسن إدارتها بما يحافظ على حقوق الدولة توجيهات سيدة الرئيس كانت إمبارح خلال الاجتماع الأجراء لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط وجهود الدولة لتطوير قطاع التروة المعدنية وكمان البحث والتنقيب عن المعدن اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزية والمهندس طارق الملا وزير البترول وثروة المعدنية والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لخطط وجهود الدولة لتطوير قطاع الثروة المعدنية حيث تم عرض جهود الدولة في هذا الإطار وكذلك الشراكة مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في مجال التعدين للتعاون في مجال البحث والتنقيب عن المعدن خاصة خام الذهب وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين في مصر بالتكمل مع الرؤية الاستراتيجية التنموية للدولة وحوكمة المنظومة بالكامل إداريا وماليا بما في ذلك التعقدات مع الشركاء الأجانب بهدف الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية وحسن إدارتها حفاظا على حقوق الدولة